بالمواقف المعلنة السابقة نفسها قابل الرئيس عبد الربو منصر هادي المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال زيارة هي الثانية للمبعوث الدولي للعاصمة المؤقتة عدن اللقاء على ما يبدو لم يكن مناسبة للتفاوض حول الخطة الأممية المثيرة للجدل بل جاء في سياق التأكيد على احترام المجتمع الدولي لشرعية الرئيس هادي وحكومته كما أكد ولد الشيخ المجتمع الدولي ممثل بمجلس الأممي بالدولة 18 يؤكد أن الشرعية هي شرعية رخامة الرئيس عبد الربو منصر هادي وحكومة الدكتور أحمد بن دهار الحكومة أودعت موقفها في رسالة الرد التي تسلمها المبعوث الدولي من الرئيس هادي وتتعلق بتنفيذها خارطة الطريق المقدمة من ولد الشيخ وهدفها هو تصحيح المسار وإنجاح مساعي السلام وفقا للمرجعية المحددة كما جاء في البيان الرئاسي حول اللقاء أبدى الرئيس زعاجه المبرر حيال الخطوات الاستفزازية المستمرة من قبل الانقلابيين تجاه المجتمع الدولي وقراراته وجهود ومساعي السلام واصفا إياها بحسب البيان الرئاسي بأنها سلوك الميليشيا والعصابات الذي يتوجب أن يقف أمامه المجتمع الدولي بجدية ثم تتوافق تحقق خلال لقاء الرئيس بالمبعوث الدولي تركز حول مرجعية التسوية السياسية التي حاولت مبادرة كيري تقويضها وبذل المبعوث الدولي جهودا للتسويق لها على عكس ما أظهرت تصريحاته التي أدل بها بعد لقائه الرئيس في عدن من التزام المرجعيات الثلاثة التي هي كما تعلمون قرارات مجلس الأمن المبادرة الخارجية ومخرجات الحوار الوطني لم يأتي المبعوث الأممي بجديد ولم يتسلم جديدا فالمواقف هي نفسها والجديد ربما في هذا اللقاء الذي جرى في العاصمة المؤقتة وبحضور رئيس الحكومة ورئيس الوفد الحكومي المفاوض في الوقت نفسه الذي وصل فيه نائب رئيس الجمهورية إلى مأرب وكلها مؤشرات تعكس إرادة السلطة الشرعية في إنهاء نظرة المجتمع الدولي إليها باعتبارها حكومة منفا تجنب بيان اللقاء الإشارة إلى النقاط الجدلية التي أثارت حفظات الرئيس الحكومة من قبل والتي لن تكون مقبولة أكثر من أي وقت مضى بعد الخطوات أحادية الجانب التي اتخذها الانقلابيون في صنعاء وأضعف بها موقف ومنطق من ساندوهم طيلة الفترة الماضية اشتركوا في القناة